عندما القمارق نووا بالعمل الألكتروني ساحة الترحيب جهزت لهم كل اللي يردوا جهزت لهم الأنترنيت جهزت لهم الأنترانيت وجهزت لهم كل اللي يحتاجوا لكن في ذاك اليوم اللي كانت فيه السيد وزيرة المالية في الساحة للأسف صارت دروب بالحزمة اللي هي من المصدر وصار تلك أو صار إرباك في عملية كان ما لعبوا بالعدادات الولد والله أنا قلت لك صارت دروب بعد صارت دروب سووا دروب الله أعلم أجل دروب ما يجي هلا ويجي يطيف بعد جنابك ما أدري أنا ليش دعب أنا شك نقير بالشك لا يجوز شكوياي أنا بالنسبة ليهم ما شكوياك أكو استهداف لهذا المشروع لأنه راح يتحكم راح أمطيك معلومة خلي أمطيك هاي المعلومة من بدأنا بحصر العمل في ساحة الترحيب زادت إيرادات القمارق أربعمية بالمية خلال شهرين فقط للدولة طبعاً لصالح الدولة أربعمية بالمية أربعمية بالمية يعني أربعة أضعاف زادت إيرادات القمارق ليش؟ لأنه صار الميزان الكتروني دخوله خروط فارغ ومليان السونار صار كلير واضح بحيث ماكو تهريب ماكو تسريب الحمولات اللي كانت ممكن أن تعبر بايباس خلاص بعد إحنا خلينا ممر واحد للأرصفة الشمالية حصراً في ساحة الترحيب بدينا نقضي على التلاعب ولو تدخل الأتمة أو الرقمنة بالقمارق راح تزيد الإيرادات أكثر بكثير من الرقم اللي طرحناه بالإضافة لزيادة الإيراد في الموانئ العراقية من 800 إلى تريليون هذا لا تنسى زين الولد بالأحزاب مجال الإقتصادية ميليشيات وين يشتغلون بالموانئ قلت لك أنا صريح رمضان أي جهة تدعي أي شخص يدعي أنت ما عالجها ما أسمح له بدخول الميناء يدخل بعنوان شركة هذا بحث آخر لكن يدخل بعنوان جهة اقتصادية والله لو كان التيار الصدري لأنا جزء من عنده أمنعه من الدخول هسنت أعلنت عن نفسك أنك جزء من التيار الصدري ولي الشرف أن أكون جزء من التيار الصدري ولا أستكثر عليك ذلك لكن هل أنت مستهدف لأنك من التيار الصدري يعني أتمنى تبعدني من الأمور السياسية لأنه أمام جمهور وأمام حكومة وأنا جزء من الحكومة أنا سيلك بني جزء من التيار الصدري يتكلم إياك بالسياسة إذا صرح لي بهذا إذا شمح لك بذلك طبعا أكيد التيار الصدري تعرف محكوم وله قائد يحكمه ويتحكم بكل مفاصلة بالتالي أنا حينما أكون مدير عام علينا أتحدث كمدير عام أنت الآن ابن الحكومة وليس ابن التيار نعم أتشرف أن أكون ابن الحكومة وأبن التيار تصير مرات عندك تختلط عليك الإزدواجية بالعمل تأثر عليك أبدا أبدا مونتو صدرين عليكم حار لهذا السبب تشوف الأحرورة وين وصلتنا وين تعرف وين تواجهنا ويالكل في سبيل مشروعنا الإصلاحي سوف نمضي بالمشروع الإصلاحي ابتدأته بالعمل وأعلنت في عام عشرين سوف أبدأ بمشروع إصلاحي داخل الشركة العامة لمواني العراق وأعتقد جنابك يأيد أنه بدأنا أنا شفت بيين أنا شفت بيين